مساء الرضا كيف حالكم إن شاء الله طيبين وحشتوني كثير طبعا كلكم تسألوني يهو دا إش هي صلطة الكوشمبر كيف تعملي صلطة الكوشمبر هادي الصلطة لذيذة ومهمة عندي في الأكلات السماك يعني لو عملت حتى كبسات لذيذة جدا تقدروا تعملوها بعدة طرق يعني تضوفوا عليها إضافات اللي تحبوها بس هادي بالطريقة العدنية أكتر أصحاب عدن يعملوا هادي الطريقة خلونا نشوف المقادر وطريقة التحضير جدا سهلة هنا عندي شرائح من الطماطم طبعا أنتم تقدروا تقطعهم كعبات زي ما تحبوه عندي شرائح من البصل الرفيعة وكمان عندي من الكوزبرة وتقدروا تضوفوا في الفيل أخضر إذا تحبوها حارة هنا بضيف في زبدية بضيف البصل بضيف عليه رشة من الملح وبضيف عليه ملعقة من الخل تقريبا الملح والخل حسب المضاق عندكم أنا أحط ملعقة كبيرة خل ورشة من الملح قلبوا تمام البصل بعد كده ضيفوا بسباس عدني اللي هو الفلفل العدني لكن ممكن اللي مش متوفر معه فلفل عدني أو بسباس عدني ممكن تضيفوا ببريكة حارة أو باردة يعني كلون أحمر أو معقون فليفلة بعد كده أضيف شرائح الطماطم والكوزبرة قلت لكم تقدروا تضيفوا في الفيل أخضر مقطع صغير كده إذا حبينا هي ضيفوا في الفيل قلبوها خلاص وتكون جاهزة كل ما يعني ما جلست السلطة كده كل ما اطلعت طعمها أحسن يعني أول ما تبدأوا الطبخ أعملوا هذه السلطة عشان تجلس يعني نحنا نقول تتعتق أكتر طعم يكون أحلى كل ما جلست في التلاقة أو كل ما خلطوها من قبل كل ما طلعت ألد وثاني يوم تطلع ألد يعني أني لو كان عندي عزيمة أو عزومة زي ما نقول أعمل من الليل أول السلطة أعمل بالليل كده وخلاص معتت بيلته ثاني يوم تطلع ألد أنا أقدمي جنب الصيادية دي الصيادية الحضرمية شوفي هي لونه أحمر تمام الصيادية الحضرمية لونه أحمر تقي لكن مع الإضاءة عندي في المطبخ اللون بيين لكم مش عارفة كأنه برتقالي مش عارفة كيف حتى الألوان يعني مرات تظلم ما شاء الله كده تأخذوا شوية من السلطة الكوشمبر ومن السمك التمد يا سلام وشوفوا هذا البسباس اللي بالتمر التمر مش التمر الهندي ولا الحمر لا بالتمر اللي البلح اللي نحنا ناكله نفطر عليه برمضان البلح التمر العادي قربوا هذا الفلفل موجودة طريقته بحط لكم الرابطة آخر الفيديو جدا لذيذ وكمان أشتاق لكم حاجة إنه سلطة الكوشمبر فاتحة للشهية حاجة جدا روعة وهنا ما شاء الله السفرة العدنية الشتنية وعصير الليم أو الليمون وهنا المطفاية مطفاية السمك وكمان هنا الرز الأبيض وكمان سلطة الكوشمبر طبعا سلطة الكوشمبر نحنا نقدمها مع السمك المقلي شوفوا ما شاء الله سمك التمد كيف بعدا نقول السمك صيد من قوله السمك صيد مقلي نسميه وكمان هنا أعملته مع الرز البخاري شوفوا نفس السلطة بس أضفت له شرائح خيار قطعت الخيار شرائح وأضفت ومرات أضيف ليه تمر هندي يعني ما أضف ليه شخل ولا أضف ليه إلا أضف ليه ملح بس أضيف ليه معقون التمر الهندي أبول التمر الهندي أو الحمر وأضيفه يطلع لذيذ لذيذ قربوها وهنا تعالوا نعمل الشعيرية طبعا الشعيرية هذه تشبه العطرية العدنية بس اختلاف الشعيرية نوع الشعيرية العطرية العدنية تنعمل نفس نوع الشعيرية الباكستانية الرفيعة بس نوع آخر تقيلونا برتقالي هنا عندي كمية من السكر وعندي كوب من الشعيرية هذه الشعيرية اللي نستخدمها مع الرز و كمان نستخدمه في الشربة او المرق ليه استخدامات كثيرة نستخدمه كشعرية باكستاني كشعرية العطرية او الباكستانية يعني جدا حلوة و هم يفضلوها في البيت نوع هادي الشعرية هنا عندي سكر و عندي الشعرية وهيل و كمان سمنة حيوانية الان باقي بقدر او دست و بضيف ملعقة كبيرة من السمنة و ربع كوب من الزيت تقريبا الزيت يكون يعني مليان عشان تتحمر تمام الشعرية ادوبه كده شوية و ابدأ اضيف كوب الشعرية عشان ابدأ احمره لازم تتحمر على نار هادئة مع التقليب المستمر هي شوية متعبة في هادي المرحلة فقط اما هي كل طبخي كأنكم تطبخوا رز بس لازم تتحمر طبعا التحمير على نار هادئة ليش؟ عشان كل الحبات تكون لون واحد اذا حمرتوه على نار عالية بطلع معاكم قهة غامقة لون محمر اكتر و قهة فاتحة ما بطلعش الشعرية لون واحد عشان كده على نار هادئة مع التقليب المستمر لما توصل للون الدهبي ممكن تخلوها فاتحة غامقة زي ما تحبوا انا اخليها وسط يعني لا هي غامقة كتير ولا هي فاتحة كتير بضيف له السكر السكر حسب الرغبة و بضيف له كمان نص كوب ماء قولوا بسم الله و ضوفوا لانه يطوش ما نشيش اطفال بهذه المرحلة ما يكونش عندكم عيالكم في المطبخ تمام؟ بدأوا قلبوها يعني كده لما تحسوها كده يعني تمام تقلبت تمام كله اختلط مع بعض بضيف الهيل يعني حق نص من العقة هيل صغيرة و بضيف الماء طبعا ماء ساخن استخدم كأني بطبخ رز ضفت كوب و نص ما على كوب شعرية اضيف كوب و نص ما احركوه اقلبوه تمام ضوقوا السكر هل هو مضبوط او ناقص و ارفعوا النار و غطوها لازم تنشف كأنكم بتعملوا رز يعني اول ما بدأت تنشف ايش بسوي بحط حديدة تحت النار بوطي النار بحقليه على العين الصغيرة بحمل حديدة وبحط القدر طبعا تقدروا تعملوا قصدير وولا زي ما عودتكم زي ما نعمل الرز اضيف ورق زبدة مبلل بالماء و غطي عشان ينكمر على نار هادئة كأني بطبخ رز شوفوا الفكرة زي الرز طبعا انتم تقدروا تضوفوا معها المكسرات والزبيب تقدروا متحملوا الشعرية تضوفوا الزبيب وخلوه على نار هادئة 10 دقائق 5 دقائق بس انا خليها 10 دقائق وشوفوا ما شاء الله كيف حبة بحبة تقدروا تضوفوا عليها المكسرات عندي بنحبوش المكسرات حبوها كده صافية ما شاء الله شوفوا كيف ولديدة طعمة لديدة يعني قريبة من العطرية فهمتوا بس ما ازاي العطرية العدنية وبس والله رشيت عليها هيل كده من فوق تقدروا تضوفوا عليها جوز الهند زي ما تحبوه بس انا كده قدمي بالعافية ليو لكم لا تنسوا الاشتراك في القناة تفعيل قرس الاشعارات ولايك وكومنس حلو منكم